دلوقتي مشاهدينا نتب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا هدير التسعب توقيت القهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة وتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشيدي والبنية الأساسية لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشميلة التي تشهدها الدولة جاء ذلك خلال اجتماعا مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفارق رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد طلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الانشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الباكستاني مخدوم شامحمود قريشي وذلك لدى وصوله العاصمة الباكستانية إسلامباد في رابع محطات جولته الأسيوية وبحث شكري وقريشي سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك أعلنت وزارة الخارجية إيدانة مصر مواصلة قوات الحوثي هجماتها صوب أراضي المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وأضفت الخارجية أن مصر تؤكد أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية يعد تصغيدا جسيما واستهدافا لأمن وسيادة المملكة وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة كما أكدت الخارجية على تضامن مصر ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابيرها في مواجهة استمرار هذه الأعمال أعلن التحالف العربي في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية اعتردت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته القوات الحوثي لاستهداف مدينة جازهان وأضف التحالف أن القوات دمرت تسع طائرات مسيرة مفخخة أطلقت نحو جازهان وخميس نشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب وأكد التحالف أن الهجمات العدائية لقوات الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية أكد الرئيس الفرنسي إمانوال ماكران دعم بلاده لأوكرانيا واستعدادها لبذل المزيد من الجهود مع شركائها الأوروبيين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراما كراما نظيري الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وذكر قصر الإليزي في بيان أن رئيسين نقشاء الاحتمالات الممكنة للخروج من الأزمة أعلنت شرطة إقليم كياف الأوكرانية أن سبعة أشخاص قتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم بقضائف هاو يوم الجمع على بلدة مكاريذ وأضافت الشرطة أن الهجوم على المدينة التي تقع على مسافة خمسين كيلو مترا من العاصمة دمر منازل سكنية ومنشآت إدارية وأضاف البيان أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج أعلنت الحكومة الأسترالية أنها فرضت حظرا فوريا على صدرات الألومينا وخمات الألومنيوم بما في ذلك البوكسايت إلى روسيا في إطار عقوباتها المستمرة ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا وقالت الحكومة الأسترالية أن روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20% من احتياجاتها من الألومينا مضيفة أن هذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألوميوم الذي يعد السلعة تصدير مهمة لموسكو وشدد البيان على أن الحكومة ستعمل مع المصادرين والنقابات العمالية التي ستتأثر بالحظر لإيجاد أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 1737 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كما سجلت الصين 2316 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض وهي حالات لا تصنفها الصين على أنها إصابات مؤكدة وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 130.199 إصابة مؤكدة أما رياضيا فيصدف ريال مدريد الليلة فريق بورشلونا على ملعب سانتياجو برنبو في قمة مواجهات جودة التاسع والعشرين من الدور الإسبانية ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة وبفارق عشر نقاط عن إشبالية الوصيف فيما يأتي بورشلونا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة نهاية منجز التاسع نعود الاستكمال الباقي فقراء الصباح الخير يا مصر بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر